مؤكداً ضرورة فرض سيادة القانون استقبل رئيسة نوسيقى السعيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين والذي اطلع الرئيس على الوضع العام في البلاد وإجراءات فرض تطبيق القانون واحترامه من الجميع دون سثناءات ومواجهة أي محاولات لخرق القانون من أي طرف كان مؤكداً أنه لا مجال للتفريق بين جهة وأخرى وعلى أن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات استقبل الرئيسة نوسيقى السعيد استقبل وزيرة البيئة ليلة الشيخاوي والتي عرضت عليه الوضع البيئي في مدينة عقارب والجهود المبذولة لإيجاد حلول آنية ومتوسطة المدى وحلول نهائية له هذا كما تم تطرق إلى المشروعات والتي أعدتها شركات تونسية وأجنبية لمعالجة النفايات حسب المقاييس الدولية التي ستتولى وزارة البيئة دراستها حيث وجه سعيد بأن تكون الحلول على المستويين المحلي والجهوي ضمن إطار برنامج وطني شامل